عاودوا عاودوا ان احمدوا اليوم محاضرة خفيفة ما راح اطول اصلا احنا نعمل breast imaging كثير في ال MRI ولكن وجدت من challenging areas من المناطق اللي شوية بتخلي الواحد حك شعره هو لما تجينا مريضة عندها implant implant اللي هو شي مزروع كيس مثلا من السلين او كيس من السلكن عادة هذول two common materials اللي هو الناس يزرعوا السلين اللي هو السلين اللي نحق لنا العادي او السلكن السلكن هي مادة طبية يعني صفاتها مختلفة عن السلين فهذا النوعين الشائعين جدا التحدي بمجرد تجيك سيدة تبقى تصورها تلقى ال peaks عشان كده انا قدت dealing with the peaks ال peaks لهم الفات والووتر يطلع جمهم peak ثالث اللي هو السلكن فتبدأ يبدأ الجهاز كده يندوش يقول اوه اتعامل مع مين فين الووتر فين السلكن فيبدأ يسولك واكيد اللي يشتغل في الامارة يعرف بدون السلكن حتى في الايام العادية في النيه في الشولدرس في الانكلز في النيك اريا بعض الحين نواجه الصعوبات في ال homogeneity بمعنى ان الجهاز خربط بين الفات والووتر فما يعرف فين الفات ال peak من الووتر فاليوم ان شاء الله راح نضيع على هذه النقطة اوكي اول حاجة لانا راح اذكر GE و Philips و Simmons فانا بس حبيت اقول لكم ان لا اشتغل لا في GE ولا Philips ولا Simmons ولا عندي اي ارتباط فانا بريء منه راح نتطرق لنقطتين اساسيتين مهمتين في اني breast implant imaging نقطة الاولى معرفة نوعية الimplant هل هو saline او silicon ممكن تقول اوه هذا سؤال بديهي لان انا اقدر اسأل المريضة وتجاوبني بعض المريضات ما يدروا معدهم التفاصيل او بعض المريضات عندهم two types of implants في نفس الوقت فهذه نقطة مهمة نلتفت لان نحتاج من خلال imaging نستطيع التعرف على نوعية الimplant هذي مهمة هذه النقطة جدا تمام النقطة الثانية هي الاساسية عندي three peaks كيف اعمل تشيو المناسب او اعمل تشيو المناسب او اعمل كيف نعمل هذي بطريقة عملية هذا اليوم هذا درس اليوم هذا الزبدة مالي اليوم تمام وراح اوريكم كيف نعملها في جي اي وفي فيلبس وفي سيمينس وانا اتأسف من الان اذا ما عندي توشيبة ولا عندي الاجهزة الثانية يعني هذي ممكن الاجهزة اكثر شيوعا في العالم بس اذا احد ثاني استخدم توشيبة او شيء ويعرف لو سمحتوا اعلمونا لانا نحتاج كلنا نتشارك كيف تعلمونا اذا نزل يوتيوب مادري او حتى في في الشانل اكتبوا انا اعمل على جهاز مثلا في توشيبة واعرف كيف اسويها فبليز شاركونا بهذا الاشياء تمام اللي بدأ في النقطة الاولى كيف نستطيع التفريق بين ان الامبلانت اللي قدامي هو سلاين او سلكون من خلال الصور طبعا هذا لا يغني ان نسأل المريضة وناخد معلومات وانا اعرف بعض المستشفيات عندهم لازم يسألوا المريضات ايش عندك يعني يسألهم معلومة اسموها pre-breast imaging screening هذا مو screening العادي هذا screening خاصة لل breast imaging تمام فهذه مهمة انه نسأل المريضة ناخد ولكن زي ما قلنا وكيد مرت عليكم انه مو كل المريضات عارفين ايش نوعية الامبلات عندهم تمام فهذه مهمة جدا لان هادي يبني عليها ايش ال استخدمها لاحقا اذا كان سلاين او سلكون فاول خطوة بسم الله الرحمن الرحيم ايش نسوي نعمل نعمل T2 عادية لسبين ايكو العادية له تربسبين ايكو او فاسبين ايكو ممكن ان اصلا جزمي البروتوكول حقك لازم تعمل T2 فاذا هو جزمي البروتوكول حقك كن ذكي اعمل هذي بعد اللوكالايزر على طول سوى اللوكالايزر بعدين احصلها اجمع صورة لهي T2 ليش حوريكم حين في الحالة هذه T2 هي اللي هتساعدنا التفريق بين الامبلانت اللي نشوفه هو سلاين او سلكون ممكن واحد يقول لا يا حبيب انا ما بغى اضيع وقتي T2 ما هي جزمي البروتوكول حقي نقول له ساي مو عندك مشكلة اعمل بس ثلاثين ثانية حتشوف الاجابة قدامك طيب عمل T2 كيف استخدم T2 كيف اعرف ان سلاين او سليكن يعني عمل T2 بعدين كيف استخدم هذا السكان لقدامي تشيك مظهر الامبلانت في مقارة بالفات علشان ما ندخل في النظريات كثيرة خلينا نشوف هاد الامبلانت هادي T2 وهذا الامبلانت هنا هذا الامبلانت كيس الهد الان ما نعرف انه هو سليكن او فات خلنا نسميه implant وحطت علينا دائرة سوداء عشان بس عشان الناس تتذكر وهذا الفات حطت عليه مربع سود تمام كيف نستخدم هذه التتولة ما عرفت ان هذا السلان او سليكن هنا القاعدة الان القاعدة كالتالي تنظر الى الامبلانت اذا كان الانتنسيتي ما الامبلانت داركر اقل يعني اقل داركر او انترميديت الى الفات فهذا هو السليكن اوكي فاذا كان الامبلانت داركر دان الفات دان دس از السليكن امبلانت تمام طيب السينارة الثاني هذا السينارة الثاني يجبت لكم T2 transverse او اكسيل هذا امبلانت تمام وهذا المثلث على الفات هذا الفات وهذا المعين مخمس او شكل السداسي على الامبلانت كيف نعرف من هذا السلان او سليكن انطلع اذا كان الامبلانت brighter than الفات اكثر اعلى من الفات معناته هذا السلان طيب الحين انا هعمل بوز لمدة ثلاث ثواني اللي يبغى يعمل سكرينشوت او الشيء لنا هادي النقطة الاولى اللي يبغى يعمل سكرينشوت او يسوه يشاوه يكتب ملاحظة رغم من المحاضرة راح تكون لاحقا بس للناس الكسالة اللي زيه اللي يبغى يسمع محاضرة مدتها 20 دقيقة يقدر اخذ سكرينشوت الان تمام الفكرة بسيطة جدا على T2 normal T2 بس ديت عادية اطلع في الامبلت إذا كان الامبلت داركة ذان دفات so it is A silicon implant إذا كان الامبلت Brighter Than the fat This is a saline implant من تهالحديث تمام شباب ممكن واحد يقول اوه احنا والله عندنا في جهازنا انا عرفنا هدا في سمينز في سمينز في سمينز خاصة مدتها 30 ثانية اسمها implant type تمام وتقدر تعملها run وهذه الشباب أن نعملها نعملها عادة بعد اللوكلاسر ودائما لأنها inversion recovery فانسي يعني حاجة متطورة بين قوسين inversion recovery فتعمل suppression إلى السيليكون فإذا ظهر السيليكون dark معناها this is silicon لكن في حاجة شوفوا هذه الصورة وأنا قاعد أحاول أبرر لكم ليش simple t2 is always good idea simple t2 هذه الصورة هبارة عن t2 بس ديكسون تعرفوا ديكسون ديكسون يطلع لك أربع صور هو t2 يطلع لك in phase out of phase water only fat only بمعنى هذه اللي نشوفها الصورة الآن هذه fat suppressed شوفوا الفات suppressed خلنا نقول t2 fat saturation عادية بس تعال شوف هذا الimplant dark هذا الimplant bright هل هذه المريضة هل هذه المريضة عندها نوعين مختلفين من الimplants هذا سؤال أول سؤال الثاني هل في شيء technical صار خطأ أنا جاوبت الجاوب هنا قلت لكم silicon saturation failed صار failure في silicon saturation ليش هادي احنا مستخدمين fancy sequence sequence بين قواسين متقدمة diction بس شوف ورطتنا في نص المسافة طيب كيف نتأكد الصورة اللي بعدها هذي الصورة اللي بعد هذي ايش هذي تيتو عادية وشغلنا عليها fat saturation بس من النوع spare هذا الspare جدا حساس يعني هذا أخطاء قليلة يطلع تضرب peak حق fat والsilicon واثنين همصر لهم suppression تمام فتأكدنا أن هذه المريضة عندها silicon implant ليش أنا قد silicon implant لأن الفات والsilicon كtwo peaks يعيشوا قريبين بعضهم البعض طيب you suppress fat usually suppress silicon إلا إذا سوينا شي بعدين هنتكلم فيه بس حين عشان ما أخر ربطكم الصورة اللي عليه صار فشل الدكسون ما اشتغل زين وهذي معروفة في الدكسون أكيد شفتوها في C-span area في عمضة كثيرة يصير swap أكيد صح شفتو أن ساعات حتى نص الصورة كده بالنص نصف الصورة تلقاها هنا ما هي suppressed وهنا suppressed فهذه هذه مشكلة في الدكسون لكن هذا الدكسون اللي أتكلم عنه هذا يوميا نستخدمه في البريست فأنا قاعد ألفت نظركم منه في مشكلة شائعة جدا في الدكسون فأنا شخصيا ما ما أشغل الدكسون هروح أسوي تيتو عادي زين إذا أستخدم القاعدة اللي قلناها من شوية اللي هي brighter or darker than the fat مع السلامة تهت السلامة فما يحتاجر لأن هذه تعرفوا هذي مدتها مصدورة العالمين ممكن أربع دقائق بلس عشان بس نتأكد من السيليكون سيليكون أو سلاين فإسنا توقفت تمام إيدي لأفضل سيناريو إنك تعمل لتيتو حقك تيتو عادة فإنك فإعمله وقرر معناك فإنك تعمل تيتو في البداية تمام قلنا أنت دوشنا الحين تكلمت عن سيليكون وسلان وسوالف كثيرة بس إيش أثر هذي لو في مريضة عندها سيليكون أو مريضة عندها سلان إيش أثر ها على البيكس اللي هما الفات والووتر والهوموجناية إيش أثرها حنشوف الآن إدنا مريضة عندها سلاين بيطلع لي تو بيكس ووتر وفات فقط أو مريضة عندها سيليكون بيطلع عندي ثري بيكس اللي هما فات ووتر وان سيليكون تمام حنشوف هما الحين نظرة سريعة الصورة اللي عليها سعر هذي زي زي تصويرنا اليوم هذي زي ما نصور الني والشولدر والليفر فات ووتر فقط ما عندنا المشكلة two types of tissues water وفات تمام الصورة العالمين لما نصور مريضة عندها breast implant من نوع سيليكون عندك الووتر عندك الفات ولكن ظهر لنا فيك ثالث اللي هو السيليكون إضافي تشيو جديد فبهذه الطريقة تبدأ هذا الخط الأحمر هذا هذا central frequency فالمشين قرر أنه ساعة قرر على الووتر أو ساعة in-between بمجرد الدخل third peak نحتاج ننظر على هذا الصفحة وهي نفتح ونطلقها في السم اسم مثلا تسوى اسمها confirm frequency في اسمها اعتقد manual scanning تمام في philips اعتقد اسمها interactive f1 فعموما هذه إذا كنت على جهاز ge هيظهر لك الترتيب هالطريقة من اليسار water fat silicon تمام الفات في النص والwater يمين يسارة والسيليكون يمين ولكن إذا كنت على جهاز philips نفس الشيء تمام لاحظوا philips ge مظهر ال peaks الترتيب نفس الشيء ولكن sims مختلف وهذه منطقة تحذير أحذركم مو تخلطوا اللي يشتغل على sims ال peaks حقه مقلوبة شوفوا هنا fat يسار water لكن هنا الفات هنا وهنا الفات يمين water فاللي بغير ياخذ screenshot الآن يقدر ياخذ screenshot على هذا عشان يذكر نفسي يشوف إيش جهاز اللي عندي وإذا أنا أصور saline سيظهر لي بهذه الطريقة هذا العمود على العصار وإذا أنا أصور silicon سيظهر لي peaks بهذه الطريقة تمام الخط الأحمر في النص هذا لأن أنا كسول ما غيرته بس this is your central frequency this is what we need to move to suppress silicon or fan later on بنتعلم هذا الشيء لاحقا ولكن عندك ثلاثة أجهزة شاهعة بهذه الطريقة تظهر peaks حقها تمام الآن جينا للشغل الشاغل حقنا أنت تكلمت عن أنواع implants 2 وتكلمت أنه يظهر لك 3 peaks أو 2 peaks يعتمد على نوع implant طيب كيف عمل imaging إذا كان المريضة عندها saline implant imaging حقك ما يختلف عن أي imaging كل يوم جلس سوي ليش عندك fat water فقط 2 peaks ما عندنا شي serious ولا خربط ما خربط الجهاز 2 peaks عادية نتعلم معها شغل طبيعي جدا إيش تبغي تبغى fat saturation استخدم fat saturation هذا الكيميكا العادي حقك أو استخدم stir أو spirit أي نوع من fat saturation عادي شغلك طبيعي هذا نعرف نسوي هذا الجزئية fat saturation نعرف نسوي بشكل يوم فما في شي جديد بس للتأكد لأن brist is a tricky area ليش tricky area في brist issue بينهم air الهواء فاتخربط لك homogeneity فهنا باب التذكير جالس أذكركم أقول لكم أعمل centering على water peak روف جهاز وين water peak وcentral عليه بعدين إذا تبت عمل separation water حيعمل separation بدون مشاكل فهذه الفكرة في saline imaging سهل ما في أي اختلاف عن أي imaging عادي زي ركبة زي shoulder زي أي حاجة ثانية تمام إذا في عندي نصيحة تأكد أن central frequency جالس على water مثل هذه الصورة طيب نجي لأبو المشاكل له silicon imaging هذا اللي فيه شغل ليش فيه شغل لأن عندك three peaks والجهاز لما يشوف three peaks يتخض يزعل الجهاز يتخربط الجهاز أي هم silicon أي هم water أي وفات فإحنا عادة عندنا هدفين لما نصور لما عندنا مريضة عندنا هدفين نبغى نحصل على صورة زي هذه اللي علي صار هذه ايش نشوف فيها silicon only قتلنا جميع البيكس الأخرى قتلنا الفات أو حاولنا قتلنا الwater فهذه يسموها silicon only او سموها bright silicon ايش صار فيها فيها فات water suppressed هذه صورة اللي علي صار هذه أحد هدافنا في أي مرة نصور مريضة عندها silicon implant لازم نصور صورة مهن ما راح أقول لكم ليش حق الباثولوج بس هذه واحدة من ال protocol زين الهدف الثاني نعمل dark silicon هذه مثلا صورة dark silicon شوف كل silicon هذا كل dark تمام يبقى لك إذا في tumor أو حاجة ثانية تظهر لك في الأماكن الثاني هذي فهنا what we did we suppressed silicon itself هذه الأهداف الكبيرة حقنا تمام الحين سؤالنا كيف نحصل على صورة من النوع وكيف نحصل على صورة من النوع في وجود silicon implant هذا اللي راح الحين نترك في السلايد القادم تمام بس حبيت ألف نظركم من بعض الأجهزة الشركات التعبير تعمل confusion هذا مثال من دخلت على سيمينس يعني أنا ما حرف في شي دخلت أول حاجة هدا اللي قلت لكم عليه مش هيا implant type scan هشوف ثلاثين ثانية بس هذا سريع حدد لكم على implant if you're happy with it تتوكر على الله ما في مشكلة استخدم بس مو كل الأجهزة فيها ممكن ماذا عن جي ماذا عن سيمينس فأنا أعطيتكم طريقة تشتغل على جميع ماذا عن philips أنا أعطيكم طريقة T2 تشتغل على جميع الأجهزة سواء كان كان عندك جهاز متقدم أو جهاز غير متقدم لكن خلونا ناخد مثال شوف هذا سيكون سادي خل نحل لها شوية إيش حتطلع لي هذي bright لو dark فأنا قلت إيش خلنا نفكك المعادلة هذه أول حاجة أقول لك أن stir stir إيش معناتها fat saturation فهذا هيقتل للfat fat saturation تمام بعدين water saturation إيش حي سوي عمل تثبيت للfat وعمل تثبيت للwater إيش حيضل معاه bright silicon فهذه لو مشيت الصور لو مشيت هذه السيقونس كما هي هيطلع لك صورة من هذا القبيل bright silicon تمام فهم عطوك هذه الصورة عطوك هذه السيقونس جاهزة بس بقى عليك خطوة أخيرة تتأكد أن البرامتر الصح اللي داخل خصوصا أنك مشغل water saturation مو مشغل شي ثاني شي ثالث تتأكد أن البيك صح بس حني 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 بس مثلا سميها silicon only أو سميها bright silicon حط لك تفهمها كل مرة تستخدم هذه السيقون تعرف إيش الصورة اللي حت تظهر لك في النهاية تمام ممتاز فيما يخص الأسماء كمعا وهذه نحن نلتفت لها كمعا bright silicon اسمها bright silicon أو سمو silicon only أو سمو فاتر عن what suppressed ها هتشتغلوا في أماكن مختلفة هتشتغلوا مع راديولوجس مختلفين كل واحد يسميهم بطرق مختلف لكن كلهم هذ المسميات تدل على هذا النوع من الصورة ونفس الشي على الجهة الثانية يسمو dark silicon يسمو dark أو gray silicon أو يسمو dark silicon with fat suppression فلا تخاف المسميات as long as تعرف مظهر الصورة تمام وبعدين تسميها كsequence بطريقة التي تفهمها بشكل سريم ممتاز جينا للمرحلة النهائية جينا إلى المنشطة الآن how do we deal مع البيكس قبل هذي طبعا إذا في silicon هذي متكلم عن silicon لأنه يطلعون 3 بيكس هل أوقف هنا على الواتر هل أوقف على الفات هل أوقف على السيليكون الآن راح نطرق لهذا طيب سلايد هذي بتكون بيزي على قولتها بس أنا قسمتها بهدو عندي ثلاثة أجهزة عندي جي عندي فيلبس وعندي سيمينس الغرض ما هو الغرض الحصول على صورة زي مثل هذه يعني أبغي أعمل سبريشن للفات وأبغي أعمل سبريشن للواتر إذا في ليجن آخر يطلع إذا في ليك أو ربتر في الإمباد سيطلع لي تمام الفكرة كالتالي في أشياء راح نطرق لها مهمة جدا تركوا لسكان هذي لأن فيلبس ستطرق لفرشن قديمة الطريقة القديمة والطريقة الجديدة تركوا هذا لسكان البرشن البلس سيكوانس أي بلس سيكوانس نحن نستخدم هذي مهمة الت أي لو time of ان ايش الفالو اللي استخدم ومتى استخدم الفالو الفلاني على 1.5 تسلا أو 3 تسلا هذي مهمة بعدين الت تكنيك هل استخدم هذا 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 هذي كله نطرق لها وآخر شي على في كل جهاز نطرق لها بهدوء بسم الله نبدأ الغرض شباب أن نحصل على هنا انت على جهي بغض النظر عن الموديل الحق الجديدة وقديم تحتاج تستخدم stir sequence معروفة ال stir اسحب stir من اي مكان تمام وحط الر وال ت بعدين اشي مهم جدا تحط ت time of inversion 150 اذا كنت على تسلا اذا كنت على 3 تسلا تستخدم 175 تمام هذولي هيتعامل معيش توقع هذولي مع الفات لان نبغى نقت الفات تشوفوا الصورة هذي ما يفات فهذا بدأ من نستر وتكلم عن inversion نعناها هذي الجزية هتاخد من في قتل السيجنل الجاي من الفات بعدين هذي مهم جدا الساتوريشن تكنيك تروح للساتوريشن تكنيك في حاجة سمها سات بلس في جي تقول لاش شغلي ووتر سات بلس فالجهاز يعرف انه كمان تبغى تقتل الووتر مو مو فقط قتلت السيجنل اللي جاي من الفات كمان يوانا سابرس الووتر سيجنل تمام بس هذي الووتر سيجنل ما راح تعمل سابرس بطريقة صحيحة الا اذا وقف في المكان الصحيح كيف الوقوف في المكان الصحيح يحدد سنترل فريقونسي سنترل الفريقونسي اللي هو الاحمر هذا لازم توقف على الووتر وهذه مهمة جدا يعني الحين لو سويت جميع الخطوات ونسيت الاخيرة هتطلع لك صورة ما هي بهالشكل هذه الووتر سيطلع لك فوق موجود الووتر سنشوف سيجنل من الووتر which is bad in this sequence تمام فايش نسوي شباب نحط ستر نحط البرامتر نستخدم ووتر وبعدين ما نروح نعمل manual scanning في الجي سمو manual scanning صح كلمة scan تضطع الارو يطع لك تقوم وتحرك البيك حتشوف البيك ممكن وقف هنا يمين أو يسار تحرك وتدي على الووتر ولازم تعرف فين الووتر أنا حاط عليهم حروف هنا الووتر فات انت منك جي تحتاج تعرف وين الووتر تمام وزي ما قلت لكم في البدايات فتوقف هنا بعدين لما تحط البيك هنا تقول بسم لا وتصور تصور طالق صور من هذا هذا إذا كنت على جهاز جي نجي لجهاز سمنس نفس الشي بغض النظر عن البرجن اللي قاعد تستخدم ها السي قونس اللي هنستخدم ها هتكون stir نفس الجي ما عندنا مشكلة هذي القيم حق T-I Inversion Recovery بعدين تروح Contrast وتفتح في حاجة ما فات Water Contrast equals وتختار ويش تختار Water Saturation في عندك Fat Saturation وفي عندك حاجة كثيرة تختار Water Saturation ولكن مع أن على جهاز سمنس حاجة حط البيك على الووتر ولكن لاحظوا الفرق بين هذا الصور اللي على اليمين والصور اللي على اليسار أنا في كلاهما أسعى أن أقف على الووتر ولكن الووتر هنا لأن في سمنس صار جهة اليمين والووتر اللي في جي صار جهة اليسار فلازم نلتفت إلى هذه المعلومات تمام Philips Philips في النص لقيت two versions عندهم الأجهزة القديمة والأجهزة الحديثة على ما يدف في أحد فتح المايك لو سمحت تقفل عشان سير تسجيل صافي اللي فاتح المايك يقفل شكرا تمام Philips في الأجهزة القديمة نفس الشي تستخدم Philips يسوف بطرقة مختلفة شوية عندهم two values خلنا نسمهم two inversion values واحدة جاي للإستر واحدة جاي للإسباء فعلى 1.5 عندك inversion recovery delay 150 وبعدين عندك spare delay 80 تمام ونفس الشي على 3T وهنا في اختلاف كبير في Philips يسوف طرق مختلفة جدا تروح على fat saturation تختار spare وهذا يقتلك fat بس ما نستخدم water suppression في Philips تمام بس نوقف على الwater نفس الشي زي أخوات ها الGE وال Philips و السيم سعسف تمام بس نتبه لهذه الأشياء saturation التكنيك المستخدم مختلف هم ما استخدموا water suppression ولكن استخدموا extra inversion recovery pulse تمام ولو كنت على جهاز أحدث شوية ما يستخدم الSPIR يستخدم استرمع الفلير الفلير العادية اللي نعرفها ولكن القيمة مختلفة تسابرس الwater 180 على 1.5 220 على 3 Tesla تمام ولاحظوا نفس الشي يستخدموا هذا الاشياء فأنصحكم خدوا screenshot من هذه علشان ما عرف انت تستخدم G.E. أو Philips أو Simmons خدوا screenshot حطوا في وقكم حاجة واحدة أنا أحاول أنتج bright silicon صورة bright silicon أو silicon only هذه الوصفة إذا صح التعبير عشان تنتج هذه بغض النظر عن أي جهازك وهذه على Toshiba أو على أي جهاز ثاني أنا ما عرف الأجهزة كلها تمام فعطينا خبر الآن رح ننتقل إلى الجزية قبل الأخيرة اللي هي كيف نحصل على dark silicon dark silicon زي هذه الصورة بمعنى أن أي شي abnormal بر مثلا tumors والحاجات والإيد ما حيتبين لك بر واضحة تمام نفس نفس العناصر رح هنغير بعض الأشياء sequence عشان تطين dark هستخدم stir هذول نفس الشيء هذا نفس الشيء هنا الفرق المحطة الأخيرة center frequency هو الفرق المرة الأولى علشان أحصل على bright silicon center على water ولكن في هذه المرة بما إن نعاوزين نقتل silicon peak نوقف على silicon peak الفكرة يا شبعة هو هذه water pulse أعطي باختصار هذه هذه زي المطرقة في يدك تحملها في يدك ولما توقف على peak تضرب peak وترميه أرضا يعني فهذه مطرقة في يدك water saturation مطرقة hammer خلنا نسميها تحطها على silicon تقتل silicon تقتل water الآن إحنا الهدف حقنا الهدف إن نقتل silicon فنحط ها على silicon و إذهب بعيدا الفكرة الفرق بين bright to dark silicon where to center كل البرامتر الثاني نفس الشي اللهم تغير silicon تمام خلنا نشوف السيمس كيف يعملوها ممكن السيمس عندهم طريقة مختلفة لا السيمس الحمدلله طلعوا وما فاجأوا هالمرة نفس طريقة غير مختلفة نفس الشي زي GE يعملوا centering على silicon وزي ما قلنا نحتاج إلى يمين الفات تمام فخلينا نركز على السيليكون لإسار الفات في جهاز سيمينز ونوقف عليه ونستخدم الووتر ساتوريش هنا نسمينا هذي الوغة سيمينز فقط هي نفس الشي اسمها ووتر ساتوريش بينما جئي سموه سات بولس هنا سموه ووتر ساتوريش تمام بس الاشياء الثاني مختلفة إنجل إخوان فليبس وهم عادة نفس الشي عندهم two versions ونفس الشي سمستخدم من the same techniques الفات هنا مختلفة عن السابق تمام في كل في كل الجهزة القديمة استخدمين بالز مختلفة للجهزة الحديثة بالز أخرى كمان التفتل هذا الشي فورستر إذا استخدم استر لا تستخدم فات ساتوريش لا تستخدم نوم فور فور سبير الفات ساتوريش نستخدم سبير تمام تستخدم نوعية سبير بعدين على الووتر لاحظوا لاحظوا فيليبس مختلفة على الووتر لكن هنا جي وفليب وسمانس يستخدم السيئة لكن هنا لا يوقف على الووتر فمعناها في شي مختلف في فيليبس فيليبس always سنتر على الووتر والووتر في فيليبس دائما هو البيك الأقصى اليسار تمام في فيليبس في خصص في البرائت أو الدار دائما على الووتر والووتر عادة في أقصى اليسار تمام اللهم تحتاج تلتفت إلى التقنيق المستخدم تمام again take a screenshot إذا تبغل علشان تستحضروا هذه المعلومات يعني لو أنا كنت منكم أخذ هذا السيكرين وأطبعها وحطها عندي في القسم علشان مثلا إذا عندي جهاز جي أحط هذه الجزئية حط تمام وذا كان عندي سمنس نفس الشي أسف فيلبس نفس الشي فحط لك صورة تذكرك إيش المظهر لإنت تحاول تحصل عليه حط البرامتر هذه عشان كل مرة والبيكس هذه المهمة لأنها كيف نحرق الحين الحمد لله صارت سهلة ما الواحد يجربها مرة مرة تمام آخر نقطة حختم إن شاء الله اللي هي الـ طبعا من باب التذكير ليش نعمل برس لسببين يا كوزمتك الأغراض الجميلية أو بعض الأحيان بعض الأورام يشيلوا ورم يتغير شكل فيقول أوكي أنا أبغ أحصل على الشكل الطبيعي أو قلبة الطبيعي فيعملوا فخاصة في نعمل ونحق نصبغة ملونة الفكرة إنه نعمل صورة نصور كل اللي قلته وكذا بس نعمل صورة قبل ونعمل صورة بعد شوفوا هنا الـ بدي يضوي لأن حقلنا الـ فيه تمام فهنا كمان أكيد زي الثاني نبغى نعمل عشان نحصل على طيب عادة ايش نسوي نصور كل الـ ونعمل 3D هذي اللي هي تجربة نشوف ما عندنا ارتفاك الكافرش زيين بعدين نحقنا الصبغة الملونة ونسوي الملونة تمام هذا الطبيعي جدا صحيح لا ايش نحتاج نتأكد منه لأنه هنا عندك ثري بيك اعطيكم سيناريو بسيط على افتراض انك عملت قبل الصبغة الملونة كل شي تمام الهوموجينايتي جود الكافرش ممتاز بس قلت اوه حدخل الان اتكلم مع المريضة اقول لها عن الكنتراس وممكن طلعت المريضة من الطاولة وتكلمت وفي بعض الكنتر يدخلوا ويشبك الكنتراس وحاجة هذي وبعدين طلعت ودخلت فايش اللي صار الهوموجينايتي اختلفت فلما تجي تعمل تصوير للبوست تتفاجأ ان عندك ما في fat saturation ما في silicon saturation فتتفاجأ فهنا نكبت حالك او ورط حالك بحالك يش تحرر تسوي تحتاج تحرص على ان الهوموجينايتي والشمي برامتر حقه هنا البيغاد والبوست قاد متطابقة كيف نسوي هذا الشيء مثلا في جهاز سيمينس هذا مثال وكيد هتعرف في سيمينس هذي السيقونس تفتح البوست execution بعدين تروح تشغل هاد الoption هوا start measurement without further preparation ايش هذي هيسوي هياخذ آخر شمي برامتر من هنا الهوموجينايتي اللي انت happy with لانت ماشي حالك الهوموجيناس كل جتمام اللي فات وحاجة كل جتمام وحياخذها وحيستخدمها هنا حتى لو طلعت المريض طال ومطاولة كل جتمام هذا قيت start without further measurement بمجرد تقول scan right away ما راح تعمل tuning هذي البداية فهذا الoption موجود في المس وفي امشور في الاجهزة ثانية نفس الشي في جي اي دانم وغلطان تروح manual scan بس ما تعمل manual scan بس تسوي بعد تقول scan right away we cheat the machine فthis is very important issue صارت لنا مع silicon implant لنا silicon يخربط الهوموجينايتي مع الجهاز فانت تصور هنا شغلك ممتاز بعد تجي الpost contrast which is the most important part وتلقي روحك بتورط انه في homogeneity issues تمام وهذه بالمناسبة حتى بدون implant I would advise انك تستخدم هذا الشي الميجرمينت عموما in summary طرقنا الى نقطتين مهمتين لازم نعرف نوعية الامبلان عشان نحسن التصرف كيف نعرف نوعية الامبلانت نستخدم T2 المتوفر في جميع الاجهزة وننظر الى الامبلانت اذا كان الامبلانت darker than the fat this is silicon اذا كان الامبلانت brighter than the fat this is saline وهذه مهمة جدا تمام وبالمناسبة في شي ما اطرقت له عادة ال saline يجي معهم valve او شي بس اذا ما انت expert وما تحتاج تفكر كثير lazy مثلي this is a good way ما هتح تدور على valve ولا شي تمام اذا عرفت الامبلانت حتحسن التصرف حتعمل اما saline imaging اللي هو normal 2 peaks او اذا silicon حتعمل الامبلانت اللي تعلمنا اللي هو 3 peaks على ضوء الامبلانت اللي موجود عندك تمام وشكرا لكم ويعطيكم العافية وتمنى ان اضفت لكم